لو دا يقفيني زيني يو بقلي تلات ساعات قادم مستنياك اتأخرت كده ليه؟ كنت في النيابة تخيال ان شرور جابت سيرتي في التحقيق؟ يا لهوي، وبعد ايه؟ لا ما تليش انا عامل حسابي، خضي نصيبك هون حبيبي نفس اعرف انت عملت ايه للرجل ده؟ خلتيم دهول كده اللي عملته ما يتقلش يتعملوا بس طب وريني ولوقع عجبني اليك عندي بقى حتة مفاجأة ماحصليتش مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممامممممممممم انا هعملك اللي عمرك ما شفته ولا سمعت عني بس الأول تقولي عا المفاجئة يمممممم؛ كبيرت يا توحى وبقيت تعرف تساولي ترامه تعلمت منك يا استاذ يلا يا اعمر قولي بقى ايه المفاجئة اقول لك يا ستي سرور خلاص بخ وقبل ما تبخ انت معلمة عليها هي وبناتها معلمة على أفاهم بالمطور يعني العقل والمنطق يقولوا ايه يقولوا ان انت تبقى المعلمة بدلها ايه ايه رائف بقى رائف ايه بقى انت عاوزني اروح لغاية عندهم وبقى المعلمة عليهم ويسيبوني كده والموضوع عادي عادي قال ليه لما قطعوني متحتة لا هيقبلوكي ورجليهم فقرة قابتهم ما تليش ازاي الله مغزيك يا اشتاء تعالي جوه انا اقولك يوه يلا ما فيش وقت ازاي خسروش شفت يا فخري شفت الكلاب عملوا فيه ايه سدينا انا اول معرفت اللي حصل جيت لك جاري اه حتة بيت زي الحرباية حية ودخلت بيتي امنت لها واكرمتها وعملتها زي بنتي وفضلتها على كل اللي عندي اعتبرت اني ربيت قطة مغمضة واول ما كبرت بيت اسد متوحش واول ما جاعت كلتني يا صرور انت عارفة كويس ان قارج ده الاصول ما تقمنش في لأي حد عندك حق يا فخري على رأيي مثل زمان قالي اللي تبيعنا بسهب الفلوس تبيع اي حد برضو الفلوس والكلب اللي اسمه حسام انا كنت عارفة انه حيباني بس مش للدرجاتي ده كل المركز اللي وصل لها دي بسببي انا انا كنت بجيب له الاواضي على صانية من فضة وفضل يكبر ويكبر ويكبر والاخر القلاشني معلاش يا حبيبة ما تزعلش بكرة تخرج من هنا وتنتقم منهم واحد واحد اسمع يا فخري خد اتصل بالنمرة دي حيرد عليك واحد اسمه عصام باشا احكي له كل اللي حصل وقاله لازم يشوف صرفة يخرجني من الزفت ده ده مش من شلة العواجز اياهم ايوه يا فخري قول له صرور بتقولك عايزة تخرج من هنا بسرعة معقولة يا صرور يعني بعد كل اللي حصل ده كله هو ماخدش خبر انا عرف ان الناس دي بتعرف دبة النملة يا فخري اعمل اللي بقولك عليه ونفزه عشان خاضر حاضر يا حبيبتي ما تزعلش نفسك هتصل بيه وحرد عليك الزيارة الجاية هتسلام لي يا فخري ما تحرمش منك أبدا انا مش عايز حاجة مني غير ان اشوف اكتلع من الناس دي السلام ان شاء الله يا فخري اتصل انت بس بعصان باشا وانا قريب قوي حابقى وسطيكم وساعتها هعرف كل واحد ما قامه بزيال ايدك يا بات انت مجنونة ولا ايه بيقولوا ان انت شهدت مع بليتك شرور مش كده؟ طيب اسمعي بقى يا بتي من نكليها واسمع كمان يا تور من نكليها حشان ما عنديش وقت نعم احسن بيه من النهاردة خلاص ما فيش سرور بح خرطناها للوز من هنا ورايح ما فيش غير القبلة الجديدة قبلة توحة واللي هتقول له توحة هيمشي على الكل ورجليك وفق أفاكم شهر ستة قرر وانا عندي محاضر كتير عايز اقفلها فاهمين ولا اقول كمان؟ فاهمين يا باشا انت يا بات تتعادلي حاكم انت خلاص نسلك معايا تكا هم؟ قولوا لانا قبلتك الجديدة قالت انها محتاجاكي انا كنت عملت معاك الصح معلشي حسان بيه مو انت لو خدتها انا مش لايه حد يمسح ويسيق البيت انت عارف بقى قزمة الشغالين اليومين دول انا اعملك اللي انت عايزة يا بلطوح عايزة انا ادعاكلك الموعين ادعاكلك الموعين بات شكلك يا رامي مش عاجبك وشكلك كده هتحصلي قبلاتك يلا بات خشي جوه هاتيلي تشتحطي فيه ميا وملح وتعالي عشان تدعاكيلي بيه رجلي يا قبلها هي هتسمع كلامك في كل اللي انت عاوزاه بس يعني الباشا يمشي انت مالك انت يا بات يمشي ولا يعضي ده بات ويعد فيه زي ما هو عايز ونعم انا ما قذي انا بس قذي اخ راسي خالص مسمعش حسك يلا باتوا يتحركوا يلا خشي جوه انت وايا يلا يا اختي هاتيلي تشت ميا وملح هحط فيه رجلي انا ماشي يا توح لو فيه اي حد دايقك تكلميني تنور يا باشا ما تيلاشي يا حسن بيه انا معها تتوحشيني سلام سلام موسيقى 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 هاتيلي الميا يا ست الكل احلى ميا في الدنيا ست الهواني طبا يا بيت خشل ده الحيانة لجوة زيتي كتخسل لي رجل طب مخسل هالك أنا هي قبلة بقولك يا سكوتي لاتحصل لي قبلاتك قومي حاضر حاضر اترازعي خضي بشوشة على رجل وبشوشة على الجزم وبشوشة على القشطة يلا فك بشوشة بيت رحسن بشريتي تتعور يلا حت شرن لي في الماء قربت تشت ده شوية يلا اعملي بقى مسج القلب اي رجل بتوجعني بشوش يلا صبا صبا يا تكنيلا في ايدك اللي عاملة زي المرزب ايوة كده باشا هو مين الراجل اللي احنا جاين له ده؟ ده راجل جديد كده واحد معرفة ايه اللي عليه راجل ده بقى ههم معانا احلى واجب هيددينا كل البضاع اللي احنا عايزينها بنص التمن وبعدين لما نبيع ونزبط بقى ندي له باية فلوس الله 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 وعلى النعمة من نعمة ربي الليقول ان احنا يعني في منطقة شغلي دلوقتي كان زمان يزغرط معنى كده انه لو ادينا كمية زيادة التوزيع هيزيد ونسبتي انا كمان تزيد وتشاخل عبق وتلعلع معاي الله الله يا عشجان انت بياتي مدية خلاص استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم ربنا يديم العشن اللي بيننا يا باشا بس يعني لما اغزة طبخ السم بيدوق وانا نفس ادوق بقى ماشي يا ستة هندوقك اللي انت عايزاها ماشي بس انخلص المصلحة دي كده بيحلها المولى عز وجل نصدق بالله لا اله الا الله انا بيعجبني ايمانك قوي باشا طقي اللهم اقوي ايمانك المهم يا باشا دلوقتي يقولي هتعرف الراجل ده ازاي هو قلي لابس بانطلون سود عليه جاكت شاموه بني وقدامه شنطة سمسونايت بني راجل غام اعمل اخي ايوه هو راجل اللي هناك اللي بدينا جنبه ده اه ماشي انا هروح له اشجانة ماشي يا باشا زي ما اتفقنا ابوس ايدك مددناش في ستين داي لو شمتي ريحت الحكومة بس تديني الزمارة اللي احنا متفقين عليها قيب عليك يا باشا تطمن انت بس انزل وروح تعالينا بألف سلامة بنا اسطر ربنا معاك ترجع لينا بألف سلامة ان شاء الله خلاص يا عشجانة بنا اسطر تفيها زيادة انجس بقى عايزين نشوف شوية فلوس حلوين يا نهار متوحس ده شوي عكاش يا نهار تصو ارجع ارجع يا باشا ونروح في دا يلا يلا يا نهار سوى دور لي اركب يا باشا فيه؟ الراجل ده مخبر يا باشا ده من منطقات ناس مشوقع كعشا انت متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه؟ اه متأكدة؟ يلا يا باشا اطلع والله العظيم هنروح في كلبوش هنروح في كلبوش بزاق بتاني سالم هو اللي موصني لإيه؟ على فكرة سالم ده هو اللي باعك استحال استحال يا سالم بيبعني ولا يفكر ده هو أصلا اللي بيحذرني يا نهاري السود ده شكل الحكومة مش عايزان احنا ده عايزان الناس اللي فوقيني عشان كده ما يبودوش على سالم عايزين البكرة كلها اذكر يلا يا سود بكر ايه واخد ده ده دلوقتي اطلع يا باشا هنتكلبش انا مش قد الحبس انا مش قد الحبس خلاص خلاص اطلع يا باشا ابوش ايدك ابوش ايدك يلا يا باشا تكره عن الله بس انتأكد بس انتكد ان شاء الله تكره عن الله اطلع يا باشا